مجلس الشورى السعودي يناقش خلال الفترة المقبلة مقترح لمشروع نظام حماية الذوق العام هذا المقترح يتضمن مواد يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال سعودي ولا تتجاوز 3000 ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين يأتي أبرزها عند الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو الغير محتشم علما أن مقترح النظام تم تقسيمه إلى ثلاث أقسام مخالفات في الطرق والمرافق العامة ومخالفات في المساجد ومخالفات للسلوك العام والفضاء الإلكتروني حول هذا الموضوع نتحول للرياض مجددا وضيفنا الأستاذ محمد السحيمي الكاتب الصحفي سيد محمد أنا قاعد أدقق في اللبس ما أدري يمكن لابس قميص لابس شيء يمين يسار لكن هل فعلا نحن بحاجة لقانون يكفل لنا الذوق العام يا سيدي أولا أحييك وأهلا وسهلا بك بعد غيبة الله يزال لك ليست قصيرة على المشاهدين وزادك الله علا ما دمت الفارس الوحيد الله يزال لك وقال لك ترى بوه دجة وعجة عامة طامة على المملكة من جميع الجهات انتبهوا والعلم عند الله مع أطيب الأماني وتحيات حسن كراني وأفرح وتهاني العوض القحطاني إذا قال لك كذا يعني ينبئ بتقلبات جوية مثيرة للأترب والغبار فاعرف أن هناك أحد أمرين إما أن فريق الغواصات الصفراء في دور المتردى والنطيحة الإنجليزي طبعا شايف فإما أن ذلك الفريق فاز وإما أن مجلس الشورى فتح ملفا قديما موجودا منذ الستينات الميلادية ومنها هذا الملف يعني أبو يعرب أنا أعتمد دائما مرجعنا وذاكرتنا الوطنية التي لا تتزاهمر محمد عبد الرزاق القاش عامي أبو يعرب له كتاب لا أريد أن أقول اسم الكتاب لأن معرض الكتاب جاي على الأبواب فأخافي منعونه من المعرض ولكن يؤكد في هذا الكتاب عن قواني ويدرج صورا لصحف قديمة فيها أخبار أنه والله إبلاغ النائب العام عن من ينشر غسيله في البلكونة مثلا هذا الكلام من الستينات موجود عندنا الأنظمة موجودة عندنا المشكلة هي أن هذه الأنظمة لا تحترم لا تحترم ولا تقدر ومجلس الشورى مع وافر تقديري واحترامي لكل أعضائه كل أعضاءهم رموز من رموز الوطنية عندنا ورموز حب هذا الوطن ورموز الإدارة الحقيقية لكن نظام مجلس الشورى نظام مجلس الشورى بلا صلاحيات هو الذي يجعل دوره يجعله يكرس فينا بنية التخلف والتي تتكلم عنها إبراهيم البليهي وهو كان عضم في مجلس الشورى أن تأتي بنظام ولا تحترمه هذه من أهم بين التخلف عندنا النظام موجود ولكنك لا تحترمه ولا تنفذه أضرب لك مثالا قريبا في 2009 أو قبل 2008 صدر قانون المخالفات رمي المخالفات المخالفات أو التدخين في الأماكن العامة وأنه مخالفة 200 ريال إلى 500 ريال إلى كلها موجودة أعطني مرة واحدة فقط نفذت أو طبق هذا النظام مع أنه الإعلان يعني ما شاء الله مخيف مرعب لكن المشكلة فيما يترتب على ذلك يعني أنت لو لم وهذا الكلام أيضا لإبراهيم البليهي لو لم تصدر نظاما هذا أهوى من أن تصدر نظاما ولا تحترمه لأن الإيل اليوم تنظر في حدائقنا وفي الشوارع وفي الطرق السريعة بين المدن تنظر على اليمين وعلى اليسار تعتقد أن عندنا ثلوج عندنا ثلوجا في المملكة هي ليست ثلوجا هي البلاستيك مرمية مخلفات البلاستيك مرمية على الجوانب إلى أن أصبحت ظاهرة للعيان ومشي في طريق مكة المدينة مثلا أو الطائف في الرياض وسترى العجب فعلا بلاستيك متراكمة البلاستيك وكأن لا توجد أمانات ولا توجد يعني ولا توجد بواقع الأمر لا توجد احترام لهذه القوانين أو يعني صرامة في تنفيذ هذه القوانين سيد الحمد خلني أخذها شوي من ناحية النظام والقانون وخلني شوي بنلتفت أنا وياك للمجتمع يعني المجتمع بناء على تصدير القوانين التفت لها كذا تصرفات بدءا من منع الشورت عبر الناقل الوطني وكلنا عايشنا ذيك الفترة أنا من الناس اللي جيت مرة من المراتة بطلع عندي طيارة لابس شورت كالعادة ومنعت واضطرت أني أدخل مرة ثانية أشرين لبنطران وأرجع أركب طيارتي وأيضا من ضمن الأشياء اللي مرنا فيها إلزام المراجعين باللبس الرسمي للدوائر الحكومية وأيضا مررت بهذه التجربة كنت في زيارة للرياض قلت خلني أخلص شغلة حكومية منعت من عند الباب أني أدخل نهائيا مولي أنه أنا ما نلابس لبس مثلا معتجم لا لأنني لابس لبس كاجوة العادي سبورت وهذه أيضا مررنا بيها من الأشياء اللي مررنا بها منع ثياب النوم والقمصان في الملاعب هذه الحمد لله الحم مرت عليها لكن الآن السؤال من اللي حدد لنا مسألة الدوق العام يا علي أنت مشكلتك ما عندك واسطة جيت للمطار شكلك بالشورت وما عندك واسطة لكن لو واحد يعرفك بس قال مع السلام ومشي ما في شيء يلزمه بهذا النظام يعني زي ما تفضلت ما في شيء قانون يحاسب من لا يطبق هذا القانون يعني صدفت مع هذا الرجل التزم بالقانون لكن يجي زميله بعده ويخالف وترى يعني أنت لعلك رأيت في الطائرة نفسها هناك من هو جاي مخالف زيك ولم يطبق عليه هذا النظام لأنها مسألة ما تركه للتقدير للتقدير الشخصي من اللي يقدر الذوق العام هذا يعني للأسف لا ننتبه له كثيرا من يقنن من يشرع القوانين هو من يحدد هذه الظواهر وهذا الذوق العام وليس الشعب وليس المجتمع المجتمع لو تركته في كل بقعة الدنيا ليس خاصا بالسعوديين فقط وإنما في كل مكان في العالم الناس يعني تهوى التمرد تهوى المبلاء تهوى كسر هذه القوانين وإلا لماذا وجدت القوانين وجدت القوانين لتقييد هذه الفوضى لتقييد هذه الحريات فالذي يحدده هم النخبة المشرعة النخبة المثقفة والنخبة المشرعة أقرت أنه يعني في فترة من الفترات الجوال أبو كاميرا ممنوع من الذي قرر منعه من الذي قرر منعه والآن موجود ما هو أخطر من الكاميرا في فترة من الفترات الذي شرعه هو الأمارة أو وزارة الداخلية قررت أن هذا السلوك سلوك ينافي الذوق العام إذن تفضل وحاسبه في فترة يعني في المدارس في المدارس للأسف وتعال إلى المدارس إلى اليوم ما عندك يعني الولد يجي مخالف ومغطي شعره ما يبين ويمشي وولد يجي ثاني ما خالف بس وتطبق عليه النظام وتترك هذاك لأنه عارفه ولد فلان وإن شاء الله ما يعودها وخلاص يعني في المدارس نمارس هذه الفوضوية تكريس الفوضى تكريس بنية الجهل بنية التخلف الطابور المقصف إلى اليوم أنا أتكلم في المدارس إلى اليوم ما إحنا عارفين أن صف الطابور يعني بصرامة مدرس يقف عند الطابور ويلزم الطلاب بالالتزام بالطابور إلى أن تأخذ حاجتك من المقصف المدرسة وتمشي ما زالوا الطلاب الأذكياء يطلعون قبل الفسحة بعشر دقائق يستأذن من الأستاذ أستاذ براحة الحمام وهو بيروح المقصف وكنت أسمح لهم يضطرك للاحتي كنت أسمح للأذكياء يا سيد الحمام لازم تسمح له هذا مثال من واقع المعاناة عندك وأنت ابن هذه البيئة التعليمية طيب أخذك لمسار آخر في هذا الحديث أخذك لمسار آخر في هذا الحديث يعني كيف ممكن إحنا نقدر نسوي سيطرة على الالتزام بالذوق العام الناس عندها لغط يا سيد الحمام الناس عندها لغط عندها لبس في مفهوم الحرية الشخصية عنده أنه والله أنا ألبس قيمي سنوم أنا ألبس سروال وفنيلة هذه حرية شخصية بينما ما يعرف أن حريتك الشخصية تقف عند حرية الآخرين طيب هل كرست فيه ذلك هل علمته ذلك الشيء من الأساس يعني عندنا الإعلام الرسمي للأسف غائب عن الوعي في كوكب آخر وله داري نبض الشارع ما هو إلى أن اقتحمنا جاءنا هذا العاصوف المسمى السوشال ميديا فصارت التنفيس يعني في ناس عندها عقد نفسية عندها فعلا كبت كبت من الحرية الرسمية كبتني رسميا فأنا فرصة جتني هذه معنات الحرية فقط أني أنفس عن عقدي وأتكلم بالمخالف كذا حتى أحيانا كيدا فيك بس وصارت فيها حتى سبت ذات الإلهية والكلام في الدين والكلام أصبحت كلهم لو فتشت عنها ستجد أن سببها الكبت الرسمي في البداية لابد أن تعود الناس كيف تعبر عن نفسها وكيف تعيش حريتها الشخصية بصدق وهي مبنية على حرية الآخرين وكيف نصنع رأيا عاما كيف نصنع رأيا عاما يخلي الواحد يستحي يعني على أيام على جين جدة حمدة الله يرحمها والرطار السيارة صارت صاحبة السيارة صاحبة السيارة موتر حمر والرفار في سود كانت في وقتها ما ترفع على المسجل عيب ما تطلع للناس بغير لبسك الكامل ما تطلع حتى بلبس عادي إذا تفتح الباب كانت هذه قوانين عيب أنك تعزم واحد وتجيب أكل من بره من المطعم ما يجوز كانت فيه تقاليد ذوقية عامة حقيقية لكنها للأسف عطلت وصارت يعني صارت المسألة كبتت كبتت هذه الحريات كبتت هذه يعني الأخلاق والقيم لم تعد صار هناك فجوة كبيرة هائلة جداً ويعني قطيعة من بين الأجيال أصبحت قطيعة يعني لا نورث أخلاقنا حتى أخلاقنا لم نستطع نورثها الولد يعني الأب فجأة يكتشف أن ابنه صار مثلاً إرهابياً أو صار يعني يعني مبلي بالمخدر مبلياً بالمخدرات كما يقولون فجأة كذا ما يدري ما هناك منطق في جريان الأمور طيب سيدة محمد سيدة محمد سيدة محمد هناك عواصف عواصف على أخلاقنا بما أنك فتحت مسألة الأبوة والأبناء ومسألة الأخلاق والفجوة بين الجيلين يعني أول حنى وأنت خير مثال اللي هذا من أكبرك ولكن أكبرك قدرة يعني لحقنا على أيام اللي ما يصلي ولابس الشماغ يتليش بخيزران بالمسجد اللي ما يلبس ويحترم الرجاجين بالمجلس ولا يطلع قدام الناس بلبس مبهذل هذا برضو يلقى نصيبة الآن الدرعة ترعة يعني حنا فهمنا أنه أبائنا وأجدادنا ربونا على أنه إذا كبروا ولدك خاوة بس مو بالها الدرجة الآن صارت المسألة مقلوبة الآن صار الجيل الجديد هو الذي يقود الكبار لم يعد الأخلاقيات لم تعد ما يمون الأب الآن بلاش خليني نبالغ ونقول الأب ما يمون لكن تعال فيما مضى على أيام جيلي أما أدري عن جيلك أنا أحتك فيكم من بعيد من بعيد كل واحد كان في الحارة يمون يضربني حتى إذا شافني أنا مخالف مو لازم يروح يقول للوالد يضربني على طول إمام المسجد يمون على الجميع يتكلم على الجميع على المدرس يمون على جميع الطلاب الآن أصبح لا أستطيع ما تمون يا دوبك ولدك إذا سمح لك بالميانة فأنت ممكن لكن إذا ما سمح لك هذه قوانين الآن الحياة الجديدة للأسف أن الجاهل هو الذي يقود الفاهمين والمتربي المؤدب الخلوق هو المقود الآن أصبح ما يمون فهذه كلها بسبب أنه الفجوة لما جاءت طبعا مع فساد الذوق العام فساد الذوق العام من أين جاء جاء مثلا في الفن الآن كل نبغى السينما السعودية كل الناس فهم السينما يجي لي واحد يتميلح وينكت أو يجي لي عاد الإمام عاد الإمام المهرجين العرب ويجي وينكت وفهات هذا هو الفن يجي لي مطرب ويدندن بدون يعني حتى ما هو فاهم الكلام اللي هو يقوله ولا هو فاهم الموسيقى اللي هو يعملها هذه أدت إلى فساد الذوق العام إن كله طربك طربك ما عليك ما حد داري ما حد مراعيك ما حد منتبه الأغنية تسمعها يعني زي النشيد الوطني إلى أمس يلقونه بشكل خاطئ يقول لي وارفعي الخفاقة الأخضر الله يرحمك إبراهيم خفاجي قاعد ستة شهور في القاهرة منعزل علشان يقول الخفاقة أخضر صرق بين الخفاقة أخضر والخفاقة الأخضر وفرق بين قد عشت فخر المسلمين هذا خبر ماضي وبين موطني عشت فخر المسلمين دعاء له مستمر هذه لا يعني ذوقيات بسيطة جدا يعني دمرناها ما صار عنده يفرق يسمعها قد عشت فخر المسلمين أو عشت فخر المسلمين طيب وش الفرق خلاص كلها كلها ماشية كلها طرب ومشي ما فيه ثن حقيقي ما فيه جذور ما فيه ثقافة في الفن وهذا طبعا من يعني الاختطاف الايدولوجي أيضا أخذ فترة نحن حتى نعالج هذا الاختطاف لابد أن نبدأ من الأساسيات لابد أن نبدأ من البنى التحتية لابد أن نبدأ من الثقافة ونعيد طبعا احنا خطفنا الوقت ثقافتهم الحقيقية وإلى أخلاقهم اختطفنا الوقت سم ولكن أبيت إلا أن أختم معك بهذه النقطة لا هاي نكفو ما هو كفو الوقت اختطفنا ما عليك احنا غير نتهى الوقت خلاص أعزت الله العزيز انك كفو طيب البعض ساذة محمد ينادي بالابتعاد عن كلمة الذوق العام لأنها فضفاضة ولا هي مثلا محددة إطاريا البعض ينادي لأنه نحتكم إلى مسموح أو ممنوع قانونيا فقط وانتهى النقاش هذا على الأقل في البداية يجب أن يكون الآن لو يعني وضعت الأمر للرأي العام مثلا في وجود السينما من عدمه لن نتفق شايف وأنا دائما أضرب مثال بما كان عليه الأجيال السابقة أيام الملك سعود وبقيادة الملك فيصل في تعليم المرأة لو ترك لنا تعليم المرأة هل يجوز أن تدخل ابنتك تتعلم أو لا تتعلم لكنا إلى اليوم لن نتفق على شيء صدر قراره بلد مترامي الأطراف وشعب متعدد لذلك المسألة تبدأ بالقانون أولا إذا أصدرت قانونا ستجد أن أول المخالفين له هم أول المؤيدين له لأن أنا أؤيد من باب أني أعبر عن وجهة نظري أو ما أعتقده لكن إذا قرر ولي الأمر أهلا وسهلا نحن أول من يعني يستمع وأول من يطبق وينفذ المانع ما ينقصنا الآن هو صرامة في تحديد القوانين وتشريعها وتنفيذها أهلا أنا لازم أنفذ الآن لا أكتشف مجودة والله يا أبو الأسماء في قانون عندني يا سادة محمد وأنا لازم أنفذه أن نلتزم في الوقت فأنتهى وقتي معك وأشكرك وأنت دائما ضيف خفيف الظل معنا في أم بي سي في أسبوع وتزدان الجمعة دائما بك ضيفنا من الرياضة محمد إسحيمي الكاتب ياسي شكرا جزيلا لك